بسم الله الرحيم والصلاة والسلام على أشهر الملسلين سيدنا محمد وعلى أليه وصحبه معكم بإذن الله مطبخانا بتمنى من اللي بشوف قناة لأول مرة ما تنسونا من اللايك والاشتراك ومقدير وصفتنا اليوم إن شاء الله في عنا فطائر كتير لذيذة وخفيفة للولاد وممكن لضيوف كمان بدون بيض مقديرها اقتصادية يعني موجود إن شاء الله بكل بيت في عنا هم كباية كبيرة من الحليب نفس المقدار الكباية بدنا نس كباية من الزيت عنا بناخد معلقتين من اليوجورت اللبن إذا ما فيه ممكن تحط نحط مع الأكبيل مايونيز هادي الوصف هيك في بتطلب هون عنا واحد مليلة واحد خميرة واحد من البكنج بودر وعنا هون من السكر العادي حوالي خمس معالي إكبار هاي واضحين حسب العجين متاخد أول شي بسم الله الحمار الرحيم نحط الخميرة مع الحليب هون وحط البنيلة كمان نحط البنيلة كمان لانها سكر نحركهم مع بعض هاي شايفين نسيبها بس شي كما نديقة هلا بدي أحط الزيت نحط معلقتين من اليوجورت واحد اثنين بس معلقتين اثنين ونحركهم بسم الله مع السكر هاي شايفين هاي شايفين ثم أضع الحليب لا أضع الطحين حسب العجين لا أضع المعادرة بسم الله نضع حليب ثم نضع الحليب نرى الطحين بسم الله الرحمن الرحيم نضع الحليب وخميرة والفانيلا نضفع واحدة نضع الطحين نضع الطحين ونضع الطحين نضع الطحين بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله خرمتها عن إضائها فعليات قمنا بالطحين الإضاعمة بسم الله عن كل شيء نضع الكثير الأول كذائق الهشب بسم الله الرحمن الرحيم نعجل لحد ما يشرب الطحين لأنك تعرفوا الطحين أنواع الطحين بسرعة يشرب وطحين يطول تقريبا هو منيح يشرب ولكن نعجنه منيح مع بعض العجينة نتماسك مع بعض بسم الله الرحمن الرحيم اقوم بقية نتماسك مع بعض العجينة وقوم بقية 5 آيات لما كنت لدي عجينة مثل هذه نريد أن أغطيها لمدة ساعة ونعود لها بعد أن ترتاح بعد ساعة ساعة بعد ساعة ساعة سابتها ترتاح العجينة نريد أن أجلب الطحين هنا أضع بعض الطحين ورقها بسم الله الرحمن الرحيم أضع بعض الطحين أريد أن أضع العجينة أريد أن أضعها رئية أريد أن أضعها بسمكة قبل كامل أضع القليل قليل أريد أن أضع الطحين أريد أن أضعها ورقها أظن أن القليل لا تكون رئيئة وكان قطاع أريد أن أضع نفسها لأريد أن أضع هذه القطاع بسم الله الرحمن الرحيم قطع الثانية اريحهم على عسلية مدهون بورق زبد او تزيد فيها وطحين طبعا والعجين اللي بتزيد نرقها نرقها كم مرة ونقطعها تقليل هذه كمية منيحة اضعهم الى كلها وضعهم على صنية اضعهم على صنية اضعهم على صنية بدي اسيبهم يرتاحوا لما يختمروا للضعف حجمهم وبنرجع لهم عشان نقليهم ونشوف كيف شايفين هي تسبت حوالي اكتر من شي ساعة هاي هم اختمروا بدي اهم نوصلوا لهيك حجم ونروح نحمي الزيت هلأ ونقليهم مع بعض ونشوف كيف هون اينا حطيت من هون حميت الزيت وبدي ابلش هلأ بسم الله بالقليل فيهم بسم الله الرحمن الرحيم هين باقليل فهم لما يتحمروا نقليل فيهم بسم الله الرحمن الرحيم هيني باقليل فيهم لما يتحمروا ممكن هاي نضعها بفرن يعني مشترو نضعها بزيت كمان شايفين جبت ورقة هون بسم الله الرحمن الرحيم طلع هون ونحط كمية ثانية غير هون هيحطيت كمان منهم بسم الله الرحمن الرحيم رغز أنا عندي حامي بس شوي هديت الحرارة شايفين هايتنا بظل نقلب فيهم لما نتحمروا وبنطلعهم بسم الله الرحمن الرحيم هينحط كمان بسم الله الرحمن الرحيم هاي قلنا نطلعهم هلأ هلأ ونجهزهم مع بعض هاي الفطاير عندي جهزة شايفين كيف طرية بس بدي أنا أرشها بالسكر وقبل ما أرشها بدي بس أحطوا بقلبها هادي حشو ممكن نوتيلة شايفين أو ممكن مربى هاي برجع لزوء الواحد أنا بس أحط عندي نوتيلة بدي أحط في قلبها هاي بدي أحط نوتيلة مثل ما قلت هذا كل واحد أزوءه وبنرشها بعدين بالسكر المطرون هاي طبعا ولا شايفين فشو عليها زيت بالمرة الورقة أشربتش زيت هاي شايفين هاي شايفين أحط كمان بقلبها من النوتيلة هاي هاي اللي عندي هون هياها أو أي شوكولانوة أو شوكولانوة أو كريمة ممكن تحطوا كريمة شنطية هدا بيرجع بقول كل واحد وزوء طبعه بسم الله هاي بس أجهز هون برضو منلفهم بالسكر طبعا اختياري السكر المطحون أو السكر هاي أو السكر العادي هاي هيت بعد ما جهزتهم وحشيتهم هاي عندهون سكر مثل ما قولت ممكن مطحون أو سكر عادي هاي بدي ألفهم بسم الله رحمن الرحيم هنجهزهم هلأ خطهم بسم الله هلو بنشوفهم هلأ لما نتخلص معنا هيك عنا الفطاير جهزت كتير طرية وممكن تعجب لولاد الكبار والصغار شايفين كتير وإن شاء الله تعجبكم طريقتها وما تنسو إذا عجبتكم ما تنسونا من اللايك والاشتراك وبنلاقيكم فيديو تاني وبأمان الله موسيقى اشتركوا في القناة